في نشرتها اليومية لنتائج الرصد الوبائي لفيروس كورونا المسجد أعلنت وزارة الصحة عن تشجيل 2076 إصابة جديدة بفيروس كوفيد-19 و275 وثمانين حالة شفاء وتسع وثلاثين حالة وفاة خلال الأربع وعشرين ساعة المنصرمة وأوضحت الوزارة أن الحصيل الجديد رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى مئة وواحد وعشرين ألف ومئة وثلاثة وتمانين حالة ومجموع حالات الشفاء التام إلى مئة ألف ومئتين وثلاثة وخمسين حالة بمعدل تعافي يناهز 82.7% فيما ارتفع عدد الوفيات إلى ألفين ومئة واثنين وخمسين حالة ليستقر بذلك معدل الفتك في واحد فاصل ثمانية بالمئة